السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله مرحبا بكم سعيد جدا بلقائكم تواصل معكم مرة اخرى في هذه الحلقة الجديدة والتي انوي فيها تقاسم معلومة جديدة تخص برنامج او تطبيق الواتساب حيث انه يمكنك طبعا هذه معلومة معروفة لكن هناك معلومة تفصيلية التي اريد انتقاسها معكم الرسائل التي ترسلونها الى الاصدقاء عبر تطبيق الواتساب يمكن جعلها داتية الاختفاء بمعنى بعد سبعة ايام ستختفي اي رسالة يمكنكم ان تعدوها لكي تختفي بعد سبعة ايام لدى الشخص المرسلة اليه لكن الجديد هو انك يمكن ان تقوم بذلك مع جميع الحسابات المرتبطة بحسابك الشخصي ساشرح ذلك بالدخول الى موقع الواتساب مثلا اريد ان ارسل رسالة طبعا هنا الخاصية موجودة ساقوم بمسحها حتى تكون الامور اكثر وضوحا اذا الان اذا ما احببت ان ارسل رسالة الى هذا الشخص المرسلة اليه يمكنني جعل تلك الرسالة تختفي بعد سبعة ايام برمجتها لكي تختفي بعد سبعة ايام وذلك بالدخول الى المكان الموجود في اسم هذا الشخص المرسلة اليه ثم نزول الى اسفل الى الرسائل ذاتية الاختفاء لاحظوا هنا ايقاف اضغط عليها ثم اختار هل اريد ان اجعل الرسائل تختفي بعد سبعة ايام او بعد اربع وعشرين ساعة يعني يوم واحد او بعد تسعين يوما او اوقفها طبعا ساختار مثلا بعد اربع وعشرون ساعة تختفي هذه الرسالة سعود الى الخلف سأحاول ارسال رسالة جديدة الى هذا الشخص سأضغط هنا سأرسل اي رسالة اي كلام ارسله لاحظوا هنا مكتوب لقد فعلت خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء ستختفي جميع الرسائل الجديدة من هذه الدرشة بعد اربع وعشرين ساعة من ارساله جيد لكن هذا الامر هل سيحدث مع باقي الحسابات المرتبطة الموجودة المرتبطة بحساب الشخص لا طبعا هذا سيحدث مع هذا الشخص فقط هل يمكنني جعل ذلك ينفع وذلك بالذهب الى النقاط الثلاثة الموجودة هنا في الاعلى ثم اختيار اعدادات ثم الحساب ثم الخصوصية ننزل الى الاسفل هذا هو الجديد في التحديد الاخير لكن يشترط ان تدخل على جوجل بلاي وتقوم بتحديد تطبيق الواتساب الموجود عندك على هاتفك الشخصي سأعود الى هذه النقطة في نهاية هذه الحلقة اذا قلنا ننزل الى مؤقت الرسائل التلقائي نضغط عليه هو في حالة ايقاف الان نضغط عليه ونختار مثلا هل ستختفي هذه الرسائل بعد 24 ساعة بعد سبعة ايام بعد ستعين يوم سأختار 24 ساعة ثم اعود الى الخلف جيد انا عدت الى الخلف الان عندما سأرث الرسالة الى شخص معين الان يفترض بها طبعا ان يتم تطبيق هذا التغيير عليه هذه الجدولة اي اي رسالة ارسلها الى هذا الشخص مثلا هنا ساكتب له اي كلام يفترض انني عندما اضغط ستأتيني الرسالة من الواتساب تقول لي ان رسالتك التي قمت بارسالها قبل قليل هي مؤقتة وستختفي بعد 24 ساعة كما حدث مع الشخص الاخر لاحظوا لم تظهر تلك الرسالة اذا سنعتقد ان هذه الخاصية غير حقيقية على تطبيق الواتساب لا هي حقيقية لكن حتى تكون حتى تنسحب لماذا تم تطبيقها على الحساب الاخر الاول الذي ارسلت اليه الرسالة ولم يتم تطبيقها على الحساب الثاني السبب هو ان هذه الدردشة او الحساب الثاني به دردشة قديمة يجب ان تبدأ هذه العملية من الان فصاعدا حتى نجعل الدردشة او هذه الخاصية خاصية مسح الرسائل تلقائيا بعد 24 ساعة او بعد سبعة ايام او حتى بعد تسعين يوما حتى تكون مفعلة على باقي الحسابات يجب مسح تلك الحساب او تلك الدردشة بالاخرى اذا لمسح الدردشة نضغط عليها ثلاث ثواني هكذا حتى تظهر هذه التبويبات او هذه الاختيارات في الاعلى ثم نضغط على ايقونة سلة المهملات هكذا مسح ثم نضغط حدف اذا تم حدف تلك الدردشة الآن سأعيد تلك الدردشة سأقوم بارسال رسالة الى تلك الدردشة سنلاحظ الى ذلك المرسل اليه هو اسمه عمر سأضغط اختار عمر هكذا اذا سنبحث عنه هنا اذا هذا هو الحساب الذي ارسلت اليه الرسالة لكن لم ينطبق عليها التغيير الجديد لكن الآن سينطبق عليها لاحظوا مكتوب هنا انت تستخدم مؤقتا تلقائيا لضبط الرسالة الى اختفاء في الدردشات الجديدة ستختفي جميع الرسال الجديدة من هذه الدردشة بعد 24 ساعة من ارسالها انقر لتحديد مؤقت اذا ساكتب هنا اي كلام ارسله هذا الكلام سيختفي بعد 24 ساعة لدى هذا الشخص الذي ارسلت اليه هذه الحروف الغير مفهومة سأعود الى الخلف سيتضح طبعا لاحظوا ظهرت تلك العلامة الصغيرة تلك الدائرة الصغيرة التي بها السوداء التي بها مؤقت رمادي يدل على ان هذه الرسالة ستختفي بعد 24 ساعة حتى تنسحب هذه الخاصية الجديدة تنسحب على باقي الدردشات الموجودة لا بد من مسحها واعادة التفعيلها مرة اخرى قلنا اننا لا يمكن ان نستفيد من هذا التحديد الجديد على تطبيق الواتساب الا اذا كان الواتساب المسطب على الهاتف حديثا وليس قديما اذا حتى نضمن انه حديث ندخل على play store ونكتب هنا واتساب وبدل ان تجد هنا فتح او بالفرنسية overrear او بالانجليزية open يجب ان تجد هنا ميزاجور او تحديد اذا وجدت هنا تحديد اضغط على تحديد حتى يقوم الواتساب بتحديد نفسه الى اخر نسخة موجودة في السوق ثم ستستفيد من هذه الخاصية ارجو ان يكون ما شرحته واضحا وانا فانا مستعد لشرح ما خفي عنك من خلال التعليقات شكرا لبقائكم معنا الى هذه اللحظة واتمنى ان تكون هذه المعلومة قد افادتكم او افادت بعضكم على الاقل اذا استفدت منها لا تبقى بالضغط على جيم او لايك اسفل الفيديو وتقاسم الحلقة مع الاصدقاء والزمالة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يستفيد الجميع وتعم الفائدة دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة